أكثر من مئة عجلة تابعة للدفاع المدني لسحب المياه تشارك في تشفيف الشوارع التي اختفت معالم أرضيتها بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها هذه المشاركة جاءت بعدما عجزت أمانة بغداد عن السيطرة على مياه الأمطار الغزيرة التي امتدت ليومين متتاليين توجع مفارز على المناطق المهمة والتي تعاني من ارتفاع مناسب مياه الأمطار فيها بكميات أكبر مباشرة في عدة مناطق في جانبي الكرخ والرصافة والأزارة نحن هذا اليوم الثالث طبعا مفارزنا مستمرة بسحب مياه الأمطار وكانت هناك عدد العجلات جاوز المئة عجلة التي شاركت في مناطق بغداد مثل ما عندك علم يعني احنا واجباتنا هذه بالإضافة للواجبات الرئيسية نأدي بنفس الوقت واجبات الأطفاء والإنقاذ مواطنون انتقدوا عمل أمانة بغداد بسبب ما شهدته الشوارع وبعض المناطق من ارتفاع في مناسب المياه التي تدفقت إلى منازلهم مشيرين إلى أن هذا الأمر دليل على عدم جدية الجهة التنفيذية في تقديم الخدمة إلى المواطن شوكي يشتغلوا هذا هذا يشتغلوا قبل أربعة تشهر تنظيف المشبكات والمجار قبل أربعة تشهر ينظفوه مو هسه زين هسه صحيح اشتغالتي وانا هذا مي ليش هذا ما يروح هذا شون السببه إذن المزودة المشبكات المي حبيبي ها صارها سنين ليش الاتفاء هسه دايش يسحب المي لواش شعلي الاسفاء اتفاء الطفل حريق لو تسحب مي طلف الله عليهم بس جيش أنا شفت الجيش فرطة التحادية أيضا طيعت تناكرهم دايش يسحبهم بالمي كل ملطقة كل بغداد السيارات العالم بيوتا غير الطبات عليها المي الله يقبل ليش يتي بدورها بيانت أمانة وغداد أن قلة التخصيصات وعدم توقعها لهطول هكذا أمطار كان وراء هذه الأزمة مؤكدة في الوقت ذاته تكثف الجهود للخروج من الأزمة بسبب قلة التخصيصات الحالية متوفرة كمية الأمطار مثل ما ذكرت لك سابقا كانت أكبر من المتوقع إن شاء الله دارة بلدية وكافة أمانة وغداد بصورة عامة تحتاج لها في وقت حتى تعمل حتى المحطات تدفع المياه إلى محطة الاسلامية حتى إن شاء الله نخفف من معاناة المواطنين عدم جدية العمل في مفاصلة عديدة من مؤسسات الدولة دائما ما ينعكس سلبا على المواطن وعلى الرغم ما شهده البلد من هطول أمطار في العام السابق وانسدادات في المجاري إلا أنها لم تشكل درسا إلى الجهات المسؤولة عن غرق العاصمة من بغداد مونيور الجبوري المدى